اتكلمك على انه الراجل ده عنده تلات انجازات تاريخية في مسيرته فيما يتعلق بلعبه في الدوري الالماني اللي خلت الناس نزلوا شلوه بالشكل ده مع كولين وبقى بطل شعب يعملوا له تلات اغاني هناك والتلات اغاني طبعا مش هينفع عشان الوقت نخرج السور دي متركب عليها اغنية من ضمن الاغاني اللي اتعاملت لانتوني مودست التلات انجازات التاريخيين اللي الراجل عمله بالنسبة له رقم واحد يا كريم في موسم 15-16 الراجل سجل 15 جول ليصبح اكبر معدل للاعب فرنسي يلعب في الدوري الالماني عبر التاريخ لحد ما كسروا في 16-17 فرانكر بريت في موسم 16-17 الراجل قدر انه هو يجيب 25 جول في الدوري الالماني في موسم 16-17 ويبقى تالت الهدفين بعد ليفندو فيسكي ويقدر انه هو يدخل كل اللي اول مرة يعملوا اكبر انجاز في تاريخهم ما عملهوش تاني هو انجاز مرة واحدة في تاريخهم وصلوا المركز الخامس ودخلوا الدوري الاوروبي في وسط وجود عملقة فيه الدوري الالماني الانجاز التالت انه في موسم 21-22 التاريخي بتاعه بعد ما سجل 20 جول وكان رابع الهدفين قدر انه يدخل ضمن افضل 20 لعب اجنبي من كل الجنسيات ما فيهم البرازيليين والافرقاء وكل اللي هابين يلعبوا 20 لعب اجنبي في تاريخ البونتسليك كل اللي هابين يقولولك ده على فكرة هو موجود على موقع الدوري الالماني مش ارقام اجتهادية لان الوقت يداهمني كالعيدة مش